اشتركوا في القناة الحمد لله جلنا خبر قبل الحلقة على طول بعودة مارتينة ممدوح وان شاء الله ربنا يرتب ويكون والدها معينا ان شاء الله النهاردة في مدخلة علشان برضو نعرف التطورات ومنقول لهم ألف ألف مبروك وبنصلي من أجل عودة كل بنت وكل شاب مختفين وكل سيدة مختفين عن ما نزلهم عندنا موضوع كده برضو ليه علاقة بموضوع الكنيس والأراضي اللي ليه علاقة بالكنيس حيث احتشد المئات من الأقباط للإحتجاج على محاولة نزع أرض بتعتبر انتداد لكنيسة جاردينيا بمدينة ناصر والحقيقة انه كان الناس الأرض دي دخولها يعني مفهود ان هي تنضم للكنيسة وكان فيه طلبات كتيرة جدا فوجئوا بان هما هيدوها الحد تاني الحي يعني فبيحاولوا انه يضموها للكنيسة هنشوف برضو التطورات هذا الموضوع معانا النهاردة عندنا كمان كان مترانية البليانة أعلنت انه كان فيه حريق بحجرة إدارية خارج مبنى كنيسة العدرة ما قدى الى اتلفها وحضور وكان فيه طبعا جميع القيادات الأمنية حضرت وقت ما تم الإعلان عن الحريق فيه بالنسبة للطقس طبعا خلوا بالكو في مصر كل شوية بتكلموا عن الطقس وتخلوا بالكو عندنا برضو في تيكسس مدينة هيستن في ولاية تيكسس كان فيه عصفة شديدة جدا قدت الى مصرع أربع أشخاص على الأقل وتدمير وجهات مبنى معروف هناك وعندنا برضو بعض الأمور التانية في الطقس فيه كمان الأمور بقى الخاصة بأوبر والقضية اللي هي قصة تكرار بعد الحوادث هو الحقيقة مش فكرة تكرار بعد الحوادث هو فيه هايلايت بس كده فيه فوكس على موضوع حوادث أوبر اليومين دول القومي للمرأة بيطالب شركات النقل الزاكي بوضع معايير ثورمة لاختيار أسائقين عندنا كمان اهتداء على مقيم مصري بعونف أمام طفلته أثار دقة على مواقع تواصل الاجتماعي وفيه كمان يا جماعة خبر طريف عندنا ميوهات بأسعار طبعا بمناسبة الصيف بقى والمصايف ميوهات بأسعار جميلة جدا 16 ألف جنيه بس الميوه من هادية غالب فيه بقى بالنسبة للاقتصاد وارتفاع طفيف في سعر الدولار بالبنوك المصرية ليسجل 47 جنيه رغم أنه في بعض المواقع المصرية بتقولك أنه الدولار نهار أمام الجنيه بس ما علينا مش مشكلة فيه كمان طبعا حرب الروسية الأوكرانية زي ما قلتلكم الحلقة اللي فاتت اشتدت بشكل كبير وأوكرانيا بتحاول تجند النساء وبتحاول برضو تطلب أسلحة وروسيا طبعا بتعلن انتصارات وأن هما سيطروا على 12 قرية بخاركيف خبر برضو حلو بالنسبة للمساعدات القطاع غزة للفلسطينيين وصول أول سفن المساعدات إلى الميناء البحري الجديد اللي كانت أمريكا أنشأته واشتغل وبدأت دلوقتي سفن المساعدات تصل إلى هذا الميناء إسرائيل بتتهم جنوب أفريقيا بإطلاق مزاعم كاذبة أمام محكمة العدلة الدولية وكان عندنا قمة في البحرين والقمة دي يدعو فيها إلى نشر قوات حفظ السلام دولية في فلسطين وطبعا بيدعو الحل الدولتين وأنه الحرب تتوقف عندنا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يصف بايدن بأنه متخلف عقليا بسبب سياسته تجاه إسرائيل وإحنا شايفين السياسات متأرجحة بالنسبة لبايدن مع إسرائيل بايدن بيرفض تسليم سجلات التحقيق معه لمجلس النواب ومجلس النواب بيعلق على هذا الأمر يعني عندنا أمور متنوعة إن شاء الله حلقتنا تكفي لكل هذه الأخبار اللي معين طبعا زي ما قلت لحضراتكم أنه خبر جميل جدا موضوع عودة مارتينا وهنحاول يكون ولدها معينا ونفهم التطورات وأنا يمكن كنت حكيت لكم القصة من أولها لأخيرها الحلقة اللي فاتت وأنه يعني الموضوع كان فيه أن مارتينا كانت عرضت لحدثة وأنه كانت تحت تأثير مهدئات وأنه هذا الشخص اللي يعني أرسل لولدها شهادة الأسلامة هو كان ليه فلوس عندهم موضوعات كده وداخل فيها قصص ونوع من أنواع طبعا أنه هو علشان يحاول يعني أن ياخد مارتينا ويعلن إسلامها ونسألوا أنه كان فيه شهادة جواز والكلام ده فالمفروض إن شاء الله أنه هنحاول برضو لو فيه معلومات أكتر من والدها وفيه كمان السيدة المختفية تريزا سابت 31 سنة من نطقة وادي النترون محافظة البحيرة ومختفية من يوم الجمعة 10 مايو 2020-2024 بنصلي من أجل عودتها والحقيقة واستقرار الأسرة هي متزوجة مش كاتبين إن عندها أولاد ولا لأ وبنصلي من أجل عودة كل فتاة وكل سيدة متغيبة عن منزلها الحياة بالنسبة لمارتينا برضو إحنا كل مرة بنتكلم عن حالة عودة ما بيكونش معنا تفاصيل هو الحياة يعني إحنا في انتظار دلوقتي إن إحنا نتكلم مع والدها مع أستاذ ممدوح معنا طب دي حاجة عظيمة جدا أستاذ ممدوح والد مارتينا برحب بحضرتك معي أهلا بحضرتك دكتورة أهلا بجيزة عين الله يبرك فيك متشكرين لحضرتك وكل الناس اللي ساعدتنا مشاكلين لسيدنا لامر مخايل وبنشكر طبعا الأجازة الأمنية اللي موجودة في البلد وبس نشكر كل الناس اللي ساعدتنا لرجوعها مارتينا لديتها وكنيسيتها ونص إخواتها ونص أهلها نشكر ربنا طيب التفاصيل اللي ده أنا أكيد حضرتك طبعا احنا حكيت التفاصيل للحالة اللي فاتت ليكت منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هل حدك بتأكدها كلها هل في حاجة معينة أو تفاصيل برضو أخرى إزاي نجحت كل البجهودات دي بإعادة مارتينا وطبعا خضرتك يعني التفاصيل اللي أنا حكيتها قبل كده هي هي التفاصيل ماشي مو بالنسبة للمبرم ده إحنا هل تم القبض عليه وهل وفقدنا الاتصال طيب يعني طبعا أنا برضو اللي ما كانش معنا الحلقة اللي فاتت ومش عارف إيه هي التفاصيل زي ما قلت أنه مارتينا كانت يعني هي فتاة عندها 22 سنة كانت في يوم لامتحان رايحة معها أختها وعرفنا أن أختها كانت رايحة معاها علشان خاطر أن هي كانت حصلت لها حدثة من تقريبا من يناير والحدثة دي أثرت على كانت في توك توك وبعدين التوك توك خبط مع ميكروبوس تقريبا فالمهم الحدثة هي وقعت على وشها حصل لها كسر في مناخيرها زي الصورة اللي احنا عرضناها من شوية وكمان قالوا نفير تجاك في المخ وبعدين كان محتاجة أنها تعمل عملية علشان تصلح العظم اللي في المناخير اللي في الأنف وإيه اللي بقى خلى يعني ياسر دادهم 30 ألف جنيه علشان يساعدوا في العملية بس مش بس فكرة العملية وتعديل العظم بتاعة الأنف لأ ده كان في مشكلة أن هي كانت بتجيلها بتصرخ كان بيجيلها نوبات فكانت تحت تأثير المهدئات وحاولت تنتحر فالموضوع هنا أنه تعمل بقى أنه الشخص ده لما جي طالب اسمه ياسر جي طالب بفلوسه يعني كان عايزها تقريبا على طول كلها على بعدها عملوا جلسة مع والدها وياسر ده علشان يتفقوا على التسديد لكن واضح أنه هو كان يعني عايز ينتاكم بشكل أو بآخر فبدأ يتواصل مع البنت أو إيه اللي حصل المهم أنه لغاية ما فوجه أنه البنت في اليوم بتاع الامتحان ده اللي كانت رايحة مع أختها فيه اختفت وما فيش تليفونها مش متاح ولغاية ما بعت رسالة لولدها وبيقوله أنه أنه بنتك أشهرت إسلامها هو أساسا عايش بيشتغل في ليبيا ومتجوز وعنده ثلاث أطفال ياسر ده فطبعا يعني الموضوع والكل كتب أنه القصة ملهاش علاقة بالدين وهي نشروا لها فيديو نهية بتقول أن هي أسلمت بمزاجها والكلام ده كله معرفش انتشرت برضو وسيقة جواز أو حاجة زي فالموضوع كله كان نوع من أنواع الخلافات على أموال وأنه البنت أساسا تحت تأثير مهدئات لغاية ما يعني ما مشيت وعشان كده اختكت معيها فبالتالي الأمر هنا كان ملوش علاقة خالص بأنه أي واحدة إنها واحدة عملت بقى مقارنة أديان ومقتنعة بالدين والكلام ده كله وإحنا ما عندناش مشكلة اللي عايز يغير دين ويغير بس يكون عن قناعة ودراسة وأنه مقتنع تماما ما يكونش فيه أي أمور زي الأمور اللي قلتلكوا عليها دي بالنسبة لواقعة مارتينة كانت أمور كلها غريبة جدا يعني فدلوقتي بقى على المجهودات الحمد لله وإن شاء الله يعني نحاول أنه مش عارفة قادرين طيب واضح تقريبا فيه معلش باعتذر لحضراتكم في مشكلة في الاتصالات بس وقت ما هيكون معنا على طول هيكون طيب أستاذ ممدوح طيب أو بس زميلي علولي سوت سنة آآ آآ عايزين نفهم التفاصيل وأنه فعلا كان آآ هي تحت تأثير المهدئات وهو كان نوع من أنواع الانتقام من هذا الشخص طبعا حضرت زي امانت زي انا ذكرت قبل كده ان هي كانت بتاعني من الترابات نفطية نتيجة الحاجة التي تعرضت لي مهم وهذا الارهاي بي ادعيشي انا مصرر على كلمة عيشي طب هو اتقبض عليه ولا لا؟ ادعائت من النابيا نعم فاندم اتقبض عليه؟ هو الحد دلوقتي مش عارف بس رات قريبة اتقبض عليه طيب يا موسى واحنا واحنا من جهاتنا عنا تعاقبه قانونية انا اخد حقينا منه بالقانون عشان احنا في دولة قانون تمام ماشي مهم وطبعا انا من خلال حضرتك بحيث اوجيه الشكر طبعا لحضرتك ولكل الاعلام المحترم المنصات الاعلامية المحترمة اللي مهتمة بالشعل القبطي مشكور ومهتمة بقضاء العفار وماشي وعايز طبعا وضع شكر للأستاذ الرئيس عبدالتحد فيه ووجيه شكر لي لوزارة الدخلائية وجهز الامن الواطني والمضايحة وطبعا عايز اوجيه الشكر طبعا لخضبت البابا والتجيب من الأمبر المخائية يعني حضرتك شفت ان كان فيه اهتمام كبير قوي يا استاذ ممدوح علشان خطر ان فعلا القصة فيها امور ما هيش فكرة واحدة رايحة لدين تاني خالف فكان فيه اهتمام وتكادف معي تمام المشروع ده هدفه تبكيك الأسرة المصرية القطية ضرب المجتمع الأسرة على استاذة تمام ده رقم واحد رقم الدين ضرب المجتمع المصري المؤمن عايزين يعملوا فتنة أسرة في مصر مش رئيس حاجة يعملون بخلال الفتنة غير ملاب للأباط ويخدخلونا في أسرة مسلمين وأباط والمشروع ده تصرف عليه دول كبيرة تصرف عليه جماعة الإخوان طبعا حضرتك عارفة أن الأباط مصر من أوائل الناس بنوعبه جنب الدولة المبريض ده صحيح ومواجهة الارهاب ومواجهة الناس في دنجة تخرب البلد ماشي وطبعا ده هم عايزين يمتعهم ومننا من خيران حارقة كنايتنا من خيران خط في دناتنا وطبعا يعني الساد رئيس عارف الكلام ده والموزرات الدخلية عارفة الكلام ده وطبعا ليه بتحريبهم هي المستكت لأن هم برضو هم معانا في نفس الخاندة يعني الشركة نفسها والكيش متعرضين لنفس اللي احنا بنتعرض له مهم يعني عايزون لحضرتك جاهز الشرطة فوات والقوات المسلحة بسينا بتتعرض برضو العمليات إرهابية من خلال التهواء هاي شدوا مواما هنا داخل المدينة هموا نقدرونش يشيلوا سلاحي نعارفيني ان احنا هنقولهم والمصرين هاكلوهم تحاولوا يعملوا اي فتنة اي فتنة اي فتنة اي هو حضرتك اتعرفت عليه ازاي يا استاذ بامدوحي الشخص ده عشان برضو نوعي الناس انه يعني فيه ناس معلش يعني السؤال قالك طب هو ليه لاجأ لياسر عشان ياخد منه فلوس ما لاجهش ليه لحد مسيحي او الكنيسة لا يا فندي اه انا عايز اوضعهم لحضرتك ان ان الحمد لله انا بصور الحال يعني مش اه امه لايه موضوع تلاتين الف جنيدي اه مش هتدار اقول تلك ان انا في حياتي ما استبدت فلوس من حد طب امه لايه حكاية تلاتين الف الحاجة التابعة لا تلاتين الف وتاشر كانت البنت موجود بس ما كانت ازاي الحاجة ترت عائسنا وانا ما كنتش مرضو طب يعني هو دخل البنت على انه وابس صليب وهو اللي دفعت تلاتين الف وبعد كده اتضح ان هو ياسر ايو ايو يا فندي وانا دفعتهم له بعد كنا في قاعدة عورفنة ومشتوب بها ورق حضرتك ومن خلال الورق ده برضو اتعقبه قانونيا يعني هو اللي دحك على البنت في المستشوى حاليتك ما كنتش موجود وقتها يعني ما كانش فيه صداقة للأسرة مع الشخص ده من قبل كده ولا اي حاجة لا يا فندي ما كنتش يعرفه قبل كده خالص فهو اضعي بضروره في الحادثة يا يعني ظهر بس وقت الحادثة واستغله وقعد يعمل كل الخطط دي بالضبط يا فندي مش عايز اقول بها رضو انا مش عايز اعجبين عايز اقول ان ممكن يكون اساسا هو لك المدبر الحادثة بس انا دي حاجة مش عارفة يعني بس اللي انا عرفه ان فيه كتير بتتاعده وفيه اتقريبه انا حلوان بس انا ما عرفوامش ومفضولة فيه اتقريبه هم اللي اشتغلوا معه على الملف كده يا من هنا من حلوان يا لا ده موضوع يعني فيه تطورات وامور كده خطيرة كده طبعا في الماكستة انه هو اساسا ادعى انه شخصية تانية وانه دخل للبنت طب من وقتها كان فيه تواصل والبنت يعني انتو بعد كده لما رجعت حضرتك عرفت ان فيه حد اسمو كرولوس دفع الفلوس من ساعتها من وقتها الحادثة كانت في نية تقريبا لغاية دلوقتي طيب ما كنتش مكتشف وكان بيتردد عليكو وانتو مش عارفين من هو ولا كان ايه اللي حاصل بقوله انت كرولوس ولا ياسر قال لي عمو احنا واحد انتول ياسر مش واحد انت ياسر ودخل بدون كرولوس ومسلم ودخل بدون مسيح فبعد ما دفعت له الفلوس دي كنت عارف ان هو لسه بيحاول يتواصل مع مارتينا ولا ما كنتش عارف يا استاذ ممدوه لا ما كنتش عارف حضرتك بعد ما دفعت له الفلوس ومضيته الشرط ما كنتش عارف حاجة لغاية يوم الاختفاء لغاية يوم الاختفاء لغاية يوم الاختفائية ما كانش معها عاد الفترة ما كانش معها تليفون طيب بعد كده طلب التليفون عشان فيه مخاطرات اونلاين بتاعيتها في ادل العلق فعشان كده يقولنا لو انا تفضي التليفون بس تتخلي بدك للناس تمام تمام طب هي اخبارها ايه راجع حالتها ايه ويعني طبعا الحمد لله ان المجهودات الامنية كده مع تكسيف الامور لاعلى مستوى هي اللي ساعدت في رجوعها طبعا طبعا اه تمام بس يعني يعني ايه اه اه امكن اعطابها مش قوية فرعية مش مستعجلة لان انا مش التخلص طالما اتاعتنا لنبا ما خي نصمم ان هي موجودة معنا مطمئنين عشان اعطاعتنا لنبا ما خي نخيم معه اعطاعتنا يعني اعطاعتنا احيانا. تمام. لكن حضرتك ان شاء الله يعني متفاهم الامور ومتفاهم ان البنت نتيجة المهدئات مش يعني فبالتالي هتستقبل بنتك بمحبة. طبعا دي بنتي طبعا دي بنتي وبتقول لها بظروف نفسية وما هو التحق وتعرضت لخصة ماشي فلازم طبعا ان انا اقابلها بصدر راحة يعني احنا طبعا بنبارك لكم وبنحييك على حضرتك برضو ازهرت كل الحقائق دي كتير جدا بيتكلموا عن البنت كانت فين ولازم الاسرة بعد ما البنت ترجع يحكوا التفاصيل فيعني بشكل حضرتك جدا انت حب تضيف حاجة تانية انا عايزة اضيف ان نزمن كل كل ابو وكل ام يتكلموا لهم من عيالهم صحيح وعايزة اقول للجماعات اللي هي الدواعي الزور عايزة اقول لهم انتم مش يتقدروا علينا عشان احنا المسيح قال لنا كده يعني ان انا يعني السعيدة ما اشوفه عادنا ان احنا على انتصر على العيال انقلل في نسا كده قال لها يعني اضوات الجحيم لانتقوا عليك صحيح وفي العالم سيكون لكم ديك ولكن سيكوا انا كدغلقت العيال قال لكنستو قال لها اضوات الجحيم لانتقوا عليك رغم حتى لو كانوا اضوات جحيم مش هيقوا علينا ولا على البيان امين يا رب امين ربنا يحافظ عليك ويحافظ على اسرتك وعلى استقرارها ان شاء الله وربنا يلمس مارتينا ويكون فيه تعامل جميل معها ان شاء الله الفترة اللي جاية وبشكرك جدا كل هذه التفاصيل بضيف بس حاجة مهمة مشاهدينا الناس على مواقع تواصل الاجتماع وانا الموضوع ده من فترة طويلة بعد اتكلم عنه اول ما بنت بتكون مختفية وبترجع اه كانت فين ويبقى فيه شتايم ويبقى فيه اتهامات في عرض البنت بفكركم المسيح لما جات له المرأة ومسيكت في ذاتها الفعل قال لها يعني قعد يكتب على الارض الخطايا البقية بتاعت الناس دي وقال لهم مين بقى اللي هيدينك كلهم مشوا لان من منكم بلا خطيئة ما فيش حد بلا خطيئة والمفروض ان احنا زي ما بنقول نكون عندنا كمان يعني ديكوا سمعتوا كده من ولد مارتين القصة يعني ما فيهاش بقى اتهام في عرض البنت وشرفها والكلام ده كله ما تتسرعوش وتعودوا تشتموا على المواقع في اي حد وتعودوا تلوموا حد وكل واحد يبص لنفسه شيل الخشبة اللي في عينك قبل ما تبص او شيل القزة اللي في عينك قبل ما تبص للخشبة اللي في عين زميلة ارجوكوا ولا تدينوا لكي لا تدانوا كل مرة في كل حالات زي كده بقول نفس الكلام وإحنا من خلال برنامج نمورة لأحداث وقنات الكرمة مش هنتخلق أبنا عن اي بنت لانه السماء تفرح حتى لو هي رايحة بمزاجها حتى لو السماء تفرح بخاطة واحد يتوب أكتر من 99 بار لا يحتاجون إلى التوبة ياريت نحط الموضوع ده في دماغنا وكتير جدا أمثلة المسيح سابل يعني يدور على الخروف الدار والو على الفلس المفقود يعني فيه أمثلة كتير جدا كان المسيح نفسه بيقولها لنا علشان نتطعز منها وياريت حضراتكو كلكو تتطعزوا قبل ما تكتبوا أي كلمة جرحة تجرح أي حد بشكر تاني أستاذ ممدوح وبنشكر ربنا عودة مارتينا وبنصلي من أجل عودة كل فتاة كل سيدة كل شاب أو رجل بعيد عن منزله حتى لو فيه تغيير وشهادة وأسلمة وجوازه الكلام ده كله صدقوني بيرجعوا ولو بعد حين والصلاة قوية جدا ركب الزحيفة أقوى من الجيوش بشكركم دلوقتي طبعا الموضوع التاني اللي احنا برضو فيه مشكلة اللي هو موضوع احتشاد المئات من الأقباط علشان موضوع خلاف على الأرض تابع لكنيسة جرديني بمدينة ناصر الكنيسة دي يا جماعة في منطقة جديدة الفكرة أن هي كانت المفروض أنه هو فيه الكنيسة تقدمت بأنه عدة طلبات لتخصيص الأرض هي الكنيسة ما دخلها الأرض دي بيدخلوا لها من جراش أوزحة الكنيسة ولما الكنيسة دي كانت معمولة اللي حياة كان العدد المساحين قليل للعدد زاد فبدأوا يطلبوا بأنه يكون فيه الأرض دي تقدمت الكنيسة بعدة طلبات عشان الأرض دي تتخصص لبناء مبنى خدمات واستراحة لقدسة البابا واستراحة للأسكف الكنيسة الحالية مساحتها 144 متر ومش بتسع أكتر من 250 شخص الأقباط بالكومباوند ده كومباوند جاردينيا وصلوا لأكتر من 9000 نسمة فالأقباط طبعا اللي حصل بعد ما كانوا طلبين أن الأرض دي تنضم ليهم فوجقوا بأنه فيه بلدوزرات لودرات جاية علشان خطر تساوي تعمل شغل في الأرض ليه يا جماعة قالك ده هيبعوها لحد هيعمل مكان ترفيه في كلمة الطاقة دي طبعا الأقباط تضايقوا رحوا يقفوا بوقفة سلمية واحتشدوا وبدأوا يصلوا ورفعوا صلوات والتفوا حول الكنيسة وهم بيرددوا كريا ليسون كريا ليسون علشان موضوع يعني ومنعوا طبعا يعني طلبوا مول بلدوزر إن هو ما يدخلش لانطاقة الكنيسة لأنه زي بقول لكم الأرض دي علشان يوصلوا لها لازم يدخلوا جوه الكنيسة يعني حتى المهم ما لهاش أي مدخل غير من بوابة الكنيسة أو الجراش التابع للكنيسة فالموضوع ده كان إجراء غير مسؤول طبعا واتفجرت الأزمة قبل يومين توجه عمال للأرض بحجة شرقها من قبل مستثمر وتم وقفه ومنع دخولهم وتدخل نيافة الأنباء كلماندس الأسكو في العام لقطاع شرق مدينة نصر وألماظة وتواصل مع الجهات المعنية قدم كافة الأوراق اللي تثبت حق الكنيسة في الأرض هنا ممكن نقرأ البيان برضو طبعا الموضوع تقدم لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نتوجه إلى فخامتكم باستغاثة عجلة بشأن ما حدث اليوم الأحد 12 ماي وبعد صلاة الأداس بكنيسة الأمير تادروس كومباوند جاردينيا سيتي طريق السويس من دخول أشخاص تحت اسم الجيش من داخل حرم الكنيسة من أجل السيطرة على الأرض المواجهة للكنيسة والتي تعتبر الامتداد الوحيد لها والحل الأوحد من أجل إصلاح القرار من قبل طبعا الجهات التكنية عند إنشاء الكنيسة على مساحة متنهية الصغر مع توجيه من الجيش بالبدء باستخدام الأرض وعمل إنشاءات ودخول معدات المهم كل ده حدث رغم وعد الجهات لقدسة البابا يعني الموضوع كمان فيه قدسة البابا والأسكو في الأنبا كليموندوس والشعب بأن الأمر قيد الدراسة وأنه الموضوع مش يحصل فيه طبعا وأنه مش هيكون فيه وهيكون فيه حل للأمور دي تم إرسال توقعات خطبات من قدسة البابا وشعب الكنيسة لفخماتكم والكلام موجه للرئيس السيسي وأن إحنا على يقين بأن بلدنا متمثلة في فخماتكم سوف لا تبخل على أبنائهم بضم تلك الأرض بالكاد ستكفي شعب الكنباوند لإقامة الشعائر الدينية وحل الأزمة المختلفة من الجهات أو الأزمة من الجهات المختلفة وكلنا مصريين لا نتمنى إلا لا ننسى أن الفضل في إنشاء الكنيسة كان لفخمتكم والكونباوند وطبعا يعني مرفق برضو صورة الحدث مرفق صورة للكنيسة الأرض من الأمار الصناعية مرفق صورة توضح عدد كافة الشعب أثناء الصلوات وعداد شعب الكنيسة بيصلوا إزاي في خيام وأنه هنا برضو بيوضحوا للرئيس السيسي أنه عدد الأشخاص دلوقتي وصل 9000 متوقع كمان وصول فيه كمان وصول كمان 5000 أسرة مسيحية أخرى وكل أسرة طبعا بيبقى 2-3-4 فبالتالي يعني الوضع هنا واضح أنه الحمد لله أنه هذا الأمر نقل إلى الرئيس السيسي وأن الطلبات مقدمة وأنه الأمر كده واضح في كل الأمور لدينا الثقة في تقدير الموقف وحل الأمر إحنا كمان بجانب بتضمن صوتنا لصوت المناشدة اللي طفعت للرئيس السيسي وخصوصا أنه فيه وعود لقدسة البابا وأيضا للأنبأ كلماندوس وإن شاء الله يتحل هذا الأمر في أقرب وقته ونعلن لحضراتكم حل هذه الأزمة والضم الرسمي لهذه الأرض للكنيسة في جاردين حصل بقى اندلاع لحريق في حجرة إدارية خارج مبنى كنيسة العدرة مما أدى إلى إتلافها بالكامل لكن القيدات على طول راحت للمكان كنيسة العدرة بالبليانة الحريق كان فيه بيان من الكنيسة شاب بمساء أمس الأربعاء الخمستاشر كده احنا مساء أول أمس طبعا بحجرة حريق بحجرة إدارية خارج مبنى الكنيسة وداخل الصور مما أدى إلى إتلافها بالكامل دون حدوث أي إصابات الحمد لله وتمكن شباب الكنيسة بمساعدة قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واللي انتقلت على الفور وحضر إلى موقع الحريق بالكنيسة جميع القائدات الأمنية مع رجال الشرطة والبحث والأمن الوطني وسيطروا على الموضوع فبنشكر ربنا طبعا أنه الأمر ما كانش حاجة كبيرة وبنشكر طبعا قوات الأمن على تحركها بشكل سريع نروح بقى لأخبار التقس وهنبدأ من أصعب عاصفة بتواجه هيوستن في تيكسس ودمرت مبنى سكاي سكرابرز وزي ما تشايفين المبنى كل وجهاته إزاز العاصفة تخيله شدتها قد إنها دمرت وقسرت الإزاز اللي كان فيه هذه الوجهة رئيس بلدية هيوستن قال إن طبعا كل حصل تهشيم نوافذ وزجاج في بنايات مرتفعة وللأسف العاصفة تسببت في قطع الكهرباء عن نحو 800 ألف منزل أغلب وسط المدينة وحيها التجاري تتأثر في أعمدة أعمدة الكهرباء اللي سقطت وزجاج النفذ المهمشة المهشامة عفوا بعد العاصفة اللي أسقطت أيضا أعمدة الإنارة والمرور في المدينة عندنا أكتر من فيديو بيوضح لنا المشاهد والضمار اللي حصل في هيوستن العاصفة رعدية والمنطقة دي بتعتبر أكتر منطقة اقتزازا بالسكان في الولاية والرياح كانت بتتروح سرعتها ما بين 129-161 كم في الساعة وطبعا حاكم طالب الناس بالبقاء في منازلها حاكم تيكسس وإن العاصفة هبت دون سابق انذار وهو ما لم يمنح السكان الكثير من الوقت للإحتماع والغاية دلوقتي اللي تم الإعلان عنه من فيه أربعة وفيات ولكن ممكن يكون فيه طبعا وفيات تانية وممكن يكون مفقودين لأنه والسبب هنا أنه العاصفة جات بدون سابق انذار وده كله بسبب تغير المناخ واللي بيحصل في تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض وربنا طبعا يسطر على حضراتكم جميعا وإن شاء الله ما يكونش فيه قفيات أكتر من كده من عاصفة تيكسس الروح لفايدانات أغرقت ميلان والإيطالية سكان العاصمة تشيلي واجهون أشد موجة برد منذ سبعين عام تايلند كمان قد تضطر لنقل عاصمتها بانكوك لأنها معرضة للغرق وقد تختفي من الخريطة بسبب برضو التغير المناخي والاحترار العالمي لبطن الأرض وإنه ممكن كده يكون فيه زي ما قلنا غرق ومنسوب ارتفاع المياه برضو في البحر تسبب في كل ده فزي ما انتوا شايفين طبعا يعني عندنا فايدانات أغرقت ميلانو وعندنا العاصمة تشيلي بيوجه شاد موجة برد وطايلند كالتانك العاصفتها وعاصمتها والعاصمة تجاوزت بالفعل مستهى واحد ونصف درجة اللي هو في درجة حرارة بطن الأرض وإنه دلوقتي فيه غرق وانحصار يعني شايفين طبعا المشاهد وإدارة بانكوك بتحاول إن هي تعمل سدود أو الحل الآخر اللي وصفة بالمعقد وهو إنه يبتدي نقل العاصمة إلى مكان آخر فالأوضاع كلها زي ما انتوا شايفين غضب الطبيعة والموضوع برضو عشان يبقى فيه هيكلف مليارات الدولارات الباحث الهولندي المسير للجدل بيحذر من ضربة جديدة وبيقول إنه ممكن يكون فيه زلزال مدمر بقوة 8 درجات في مايو والحقيقة إنه هو كل شواء إحنا طبعا بيشوف زلازل الفترة اللي فاتت يعني حتى لكن فيه زلازل ممكن تبقى 7 أو 8 رختر وزي ما انتوا شايفين لما بتبقى فيه قوة الزلازل دي بيحصل إيه هوجر بيتس اللي هو فرانك هو يعني عالم هولندي وكل شوية بيصير القلاكل ولكن الموضوع هو بيدرس معرفش أقمار وحركتها لكن إحنا الزلازل والقوة دي حصلت منذ الزلزال بتاع تركيا وكل شوية يتكلم على موضوعات جديدة وبيشارك طبعا الأمور على موقع إكس تويتر سابقا وبيقول برضو إنه هو نقلا عن الهيئة الفلكية ممكن تحصل هالذات أرضية قوية في فترة اللي جاية لكنه عمل حاجة تانية برضو تكلم عن حاجة تانية هو بصه زي ما بقولكم موضوع هندسة الكواكب الحاجة التانية اللي هي علاقة بقى بمصر موضوع يعني هو نشر فيديو عن هندسة الفرعنة المتقدمة جدا وبيقول لا يمكن أن تكون موجودة في ذلك الزمن البعيد وكده بيتكلم عن الأهرامات بعد أن حذر من وقوع زلازل قوية في مايو الحالي راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغير بيتس يغرد عبر صفحته في إكس عن الأهرامات المصرية ويقول إن البحث في هندستها يكشف معرفة متقدمة جدا لا يمكن أن تكون موجودة في ذلك الزمن البعيد وأكد في تغريدة أخرى أنه سيقوم بعمل فيديو يشرح فيه بعضا من هذه الهندسة إن هندسة أهرامات الجيزة عندما يتم بحثها بشكل صحيح تحمل أدلة على معرفة متقدمة جدا والتي وفقا لفهم العصر الحديث لا يمكن أن تكون موجودة في ذلك الماضي البعيد لا يزال أمامنا الكثير لنكتشفه حول التاريخ الحقيقي لهذا الكوكب هوغور بيتس يرأس هيئة استبيان هندسة النظام الشمسي وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض وعادة ما تتسبب توقعاته وتحذيراته التي يدافع عنها بقوة في كثير من الهلع حول العالم إذ يربطها باقترانات الكواكب في الفضاء واصطفافها وتكوينها هيئة الأرصاد الجوية في مصر بقى حذرت أن تعرض مصر الموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء تستمر لمدة ستة أيام متواصلة بدءا من أمس وتستمر حتى السلساء واعتقد الناس بدأت تستشعر ارتفاع درجات الحرارة وأنه وصلت أربعين درجة مقوية خلال النهار على جنوب البلاد وهتبقى كده برضو خلال الأيام الستة القادمة تنصح هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس القطنية خلال ساعات النهار والإكثار من تناول المياه على مدار اليوم وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس ويكون في ارتداء غطاء للرأس في الأماكن المفتوحة خلوا بالكم وسمعوا الحقيقة المصايح دي لأنها مهمة جدا لأنه طبعا تشرب المياه كتير لأن درجات الحرارة دي ممكن تعمل دي هيدوريشن أو جفاف وتتسبب وضربة الشمس بتبقى وحشة جدا وصعبة وبتاخد وقت في علاجها المهم يعني فخلوا بالكم وحاولوا تحافظوا على نفسكم وحاولوا كمان تحافظوا على الأطفال وكبار السن بالنسبة ليه برضو كان فيه بسبب الأحوال الجوية المتقلبة كان فيه توقفت جميع النشاطات البحرية بمدينة الغرداء وارتفعت الأمواج كانوا وصل من 2.5 إلى 4.5 متر وبردو الناس اللي بيكونوا في مصايف في الوقت ده ياخدوا بالهم من التحزيرات وما ينزلوش المياه غير لو تكون فعلا ما فيش أمواج وأعتقد أنه خلوا بالكم دايما أنا بقول النصيحة دي حاولوا تتابعوا الأرصاد وكتير جدا بتكون حاجات صحة وصادقة علشان خاطر ما تتعرضوش لأي مخاطر نروح برضو لأمور مهمة جدا بالنسبة للصحة والأوبئة الأمم المتحدة بتقول إن هم قلقون للغاية بشأن التفاقم السريع لوباء الكولورا تم الإبلاغ عن 40 ألف إصابة مشتبه بها وأكثر من 160 حالة وفاة ودي تعتبر زيادة هائلة منذ الشهر الماضي والحالات دي في مناطق خاضعة لسيطرة الحوسيين بالنسبة لليمن حيث يتم الإبلاغ عن مئات الحالات الجديدة يوميا ياريت الحوسيين طبعا ياخدوا بالهم من الحالات الصحية عندهم بدل منهم معاديين طبعا يضربوا في الصفق بالنسبة علشان يسندوا أهل غزة وبيأثروا على مصر وعلى دخل القناة السويس وعلى الملاحة وده موضوع أساسا ما تأثرتش بإسرائيل ولا حاجة يعني أنتم بتأثروا على الاقتصاد العالمي مش بتأثروا على إسرائيل فيه كمان تكلمنا عن موضوع أسترازينيكا واللقاح وأنهم اعترفت شركة أسترازينيكا بأنه اللقاح كد يسبب جلطات وكانوا برضو قال نتيجة لأنه اللقاح مش بيستخدم تم سحب كل العينات بتاعت اللقاح كوفيد الخاص بشركة أسترازينيكا فجينا بأن في أمريكية بدأت تقاضي شركة أسترازينيكا وبتقول أن اللقاح الخاص بأسترازينيكا جعلها قعيدة أو معاقة المعلمة السابقة براين دريسن البلغة من العمر 42 عام رفعت دعوة ضد شركة أسترازينيكا بتهمة انتهاك العقد بعدما قامت الشركة بعدما قالت أسترازينيكا أنها فشلت في توفير قالت يعني المدرسة أن هي أسترازينيكا فشلت في توفير الرعاية الطبية للأثار للقاح الجانبية وأصيبت بحالة عصبية حادة بعد مشاركتها هي كانت مشتركة في الدراسة طبعا حالاتكم عارفين أنه في بداية ما نزل اللقاح كانوا عايزين بسرعة ناس تعمل مشاركة وهي شركت في هذه التجربة في عام 2020 والشركة ما نجحتش أن هي توفر لها الرعاية الصحية عشان كده تسببت لها بقعقة فيه برضو في مصر بقى فيه شوية أدوية مخشوشة للأسف في الأسواق والواحد مش فاهم الناس دي ما عندهاش ضمير إزاي من ضمن الأدوية دي مسكن صدوع شهير فيه لستة بدأت مجموعة أدوية نزلت بتحذرات علشان خاطر لسه يضلوا للمواطنين من شراء هذه الأدوية هيئة الدوية المصرية أصدرت تحذرات جديدة بشأن وجود بعض الأصناف الدوائية بين مخشوشة أو غير مطابقة المواصفات مطالبة بسحب وقف تلك الأدوية شددت هيئة الدواء أن في حالة الشق بالمستحضر الصيدلي يتم الرجوع لهيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15-3-0-1 أو من خلال موقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الهيئة طلبت بسحب وقف تداول مستحضر باندول سابوزتري اللي هو اللي بوست والتشغيلة رقم فيه رقم تشغيلات طبعا يعني أنا رأيي أي حد عنده في البيت هذا النوع من المسكن الصداع يريد أنه هو لأنه تقريبا للأطفال كمان ياخد باله ويحاول يتابع المنشورات الموجودة على كل المواقع وكل الصحف المصرية وهيئة الدواء برضو طلبت بواقف تداول وضبط عبوات مخشوشة من مستحضر أزوليد أزوليد 500 ميلي جرام وهو منتج شركة العامرية وكاتبين برضو رقم التشغيلة يعني فيه شوية أدوية جماعة خلوا بالكو من المنشورات والحاجات اللي بتتنشر واللي عنده أدوية زي كده يتأكد أن هي التشغيلة المظبوطة ولو رقم التشغيلة المكتوب هو ده الرقم الغلط يعني هو ده الدواء المخشوش فلازم تترجعوه للصيدالي وتبلغوا في هيئة الدواء أدوية انقاس الوزن الحقيقة طبعا دلوقتي انتشرت بشكل كبير لدرجة انها بقتسوق سودة في مصر والعرب بينزلوا مصر عشان يشتروها بأسعار خلافة خرافية ومش متوفرة وهنا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية علشان حد يكون ياخد الأدوية دي هي أدوية أساسا لعلاج السكر وتم الكشف ان هي بتنقص الوزن بطريقة كبيرة والحقيقة انه بدأ اقبال عليها كبير جدا لكن خلوا بالكوا برضو انه فيه عراض جانبية وفيه دواء منهم بيقال انه كان فيه اشتباه في وفاة عشرين شخص أوزمبيك وواجوفي على فكرة هو طبعا يعني احنا برضو لو بنتكلم عن أثار جانبية فاحنا بنتكلم عن أثار جانبية يعني تعتبر نادرة بالنسبة للكميات الكبيرة الناس كتير جدا بتاخدهم وناس كتير بتاخدهم من فترة طويلة لعلاج السكر فبالتالي دلوقتي اللي بيتكلموا عنه انه فيه تجارب دلوقتي علشان خاطر موضوع انقاص الوزن واللي ما عندوش سكر وفيه برضو طبعا ناس بتاخد الحاجات دي من غير ما تعمل تحليل وده وبيروحوا السودة وياخدوهم من نفسهم فدي برضو حاجة خطيرة من فضلكو يا جماعة يعني كل المجلات العالمية وكل التوصيات ان من فضلك ما تروحش من نفسك تاخد الأدوية دي غير لانه دلوقتي فيه صحيفة The Sun البريطانية كانت قالت ان فيه تقارير بتفيد بان فيه عشرين حالة وفاة تم الإبلاغ عنها من المحتمل من المحتمل ان تكون مرتبطة بهذه الحكم حكم فقدان الوزن احنا مش بنخوفكم ولا بنقلقكم بس بجد ما ينفعش تاخد أي دوة من نفسك ولازم يكون فيه تحليل وإشراف طبي لانه فيه حاجات ممكن انت حالتك الصحية ما ينفعش انك تاخد معاها الأدوية دي او ممكن تبقى انت محتاج متابعة لان فعلا بتبقى محتاج متابعة وتحليل دورية علشان يشوف تأثير الأدوية دي عليك ايه لكن من نفسك كده تروح تاخدها الكلام ده ما ينفعش علاج برضو ويجوفي بيقال يعني على الجانب الآخر يمكن قلنا لكم قبل كده ان اكتشفوا ان بعض الأدوية دي بتحس ان بدأت الناس اللي ما كانوش حوامل الستات اللي ما كانوش حوامل بدأوا يعني يعلنوا ان هم حوامل يعني معا برضو أدوية منع الحمل اللي مش عايز يبقى السيدة اللي مش عايز تبقى حامل اللي لقت حتى وهي بتستخدم أدوية منع الحمل ممكن ان هي تجيت بريجننت او تحمل بسبب الأدوية دي الدراسة تانية برضو بتقول ان ممكن الأدوية دي ومنهم دواء ويجوفي ممكن يساعد على الوقاية من أمراض القلب الموضوع تحت الاختبارات لانه موضوع جديد بالنسبة للوزن ومن خلال التجارب ومن خلال اللي برضو الأبحاث ومن خلال الكمية الكبيرة اللي بتاخد والدراسات اللي بتتعامل ممكن يكتشفوا انه فيه أمور معينة سواء جيدة او سواء يعني صعبة سواء حلوة وحاجات مفيدة او حاجات غير مفيدة وفيها خطر على صحتك وعلى حياتك يعني الدراسة دي اللي هي بتتكلم عن موضوع انه ممكن الدواء ويجوفي يقلل النوبات القلبية وامراض الأوعية الدموية دي دراسة كان عاملها البروفيسور جون ديفن ييلدا من جامعة من جامعة كالج لندن يو سي أل ونشرت نتائجها الأولية في نوفمبر الماضي وقالوا انه ممكن يكون بنسبة 20% يقلل الإصابات بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومشاكل أخرى ده برضو مش معنى كده انه يحد عنده القلب يروح للأدوية دي يا جماعة لأ زي ما قلت وبكرر الأدوية دي ميفاش تاخدوها غير تحت إشراف طبيب لأنه بتبقى محتاجة اعتحاليل دورية وربنا يحفظ عليكم جميعا طيب نرجع تاني لموضوع أوبر الحقيقة ويعني أنا لاحظت إنه الإعلام المصري مثلا تحصل حادثة قطر تبص تلاقي كل الكلام بتتكلم عن حادثة قطر حادثة أوتوبيس كله بتتكلم عن حادثة أوتوبيس أوبر مرة واحدة حسينا وكأنه كل سائقين أوبر متحرشين وبيغتصبوا وكل شوية نلاقي طبعا إيه إعلان عن وقعة جديدة طب يا جماعة يعني بجد هم سوئين التاكسي وسوئين التوك توك وسوئين الميكروبسات وسوئين الأوتوبيسات فيش أي حد خالص ولا أي وقع بيحصل فيها أي حاجة زي كده مش معقول يعني يعني الموضوع هنا فيه إن المهم إنه بيتكلموا بقى مين اللي أدخل أوبر إلى مصر وأوبر كانت متوقفة في مصر حتى أعطاها الرئيس السيسي الدول الأخضر أوبر شركة علامية في كل دول العالم يا جماعة وطبعا في حوادث بتحصل بضيب تبقى حوادث فردية نتيجة للأشخاص دول بيتعطوا حاجة في حاجة وممكن يكون عليهم رقابة ولكن تبص لها حد يحصلوا حاجة بيعمل أي حاجة يعني المهم إنه بعد كده بيكلموا عن إنه كامل الوزير وزير الانقلب الرأي على العام عليهم بقى بعد ما تم إقرار هذه الشركة وبدأت أمور أخرى تقريبا التقرير ده ممكن نسمعه بالصوت وكان فيه برضو النظام ونحعة 50% تغفيدات كامل الوزير كامل الوزير النقل كان برضو تحدث حول هذا الموضوع ممكن نعرض من نص كده من الحاجات اللي هي بالصوت في هذا التقرير كل ما نستقبلنا أوبر وكان كريم معاه ودنا لهم الفرصة إنهم يعملوا في مصر وبعدين أوبر نجح وده يسعدنا وإحنا بنشجاوه على النجاح أكتر وأنا ليه عندهم فكرة قلت لهم ما تحاولوا تخشوا في قطاع آخر غير النقل الأفراد وخشوا على النقل الجماعي وحالوتك جيت في صف الشركة وخفضنا مقابل إصدار الرخصة وخاصة لأوبر اللي هو عنده أكتر من 50 ألف عربية إحنا كنا عايزين نأخد مبلغ أكبر شوية وعلى النجاح تجيت في صفه ونزلت الرخم تقريباً لنص وصدرت اللايحة فعلاً وقف وقت ما كان فيه إقرار لأوبر والشركة كانت 2019 وكانوا قالوا إن هي مملوكة للجيش وبعدين تم الرد من محمد سمير كان متحدث أسكري وهو اللي قالوا إن هو كان مشرف على الشركة دي فبدأت الرد بيقولوا الشائعة اللي انتشرت وراءها قوة الشر التي تأبى لمصر أن تتقدم وتقف ده إدى أي مشروع واعد قد يضيف إلى الاقتصاد المصري وده كان الشركة يعني فيه شركة بالفعل شركة نقل اسمها دابسي فالحقيقة الأمر هنا ممكن نكمل بقى بقية التقرير لو لسه فيه باقي مصادر مطلعة بالشركة قالت إنها مملوكة بالكامل العسكريين حاليين وصابقين وليس لرجال عمال مدنيين مصريين وزي ما بيقول فالموضوع بدأ يطلع تاني اليومين دول هل تستبدل الدولة شركة أوبر بشركة دابسي علشان كده فيه الأخبار دي كلها الفكرة أنا ده على عهدة الناس اللي منزلينه لكن الموضوع إنه طبعاً القصة هنا يعني عندنا كتير جداً من التعليقات بس عجبني تعليق بصراحة من دمن التعليقات دي على اعتبار إنه إحنا فيه إيه إيه الكلام الكتير عن أوبر وأوبر على فكرة بيستخدمون ناس كتير جداً وإنه في نفس الوقت وسيلة تنقل يعني ناس كتير بتستخدمها لأولادها والمفروض إن انت فيه تتبع وإن انت عارف خط السير لما بيبقى أسرة ابنها أو بنتها دراكبة للأوبر ده بيبقى إنت معاك على تليفونك خط السير عمفروض إن هي منتهى الأمان إيه اللي بيحصل يعني فالحقيقة كان فيه برضو بوست كده تعليق مكتوب إنه يا جماعة أخبار سوائين التاكسي إيه أخبار السوائين بتوع البصات إيه أخبار الحاجات دي كلها أخبارها إيه فالحقيقة يعني ده على أساس يعني بنتكلم هنا برضو ده على أساس إن سواء التاكسي محترم ومش متحرر سواء الميكروبوس جنتلمان جدا ومش متحرر سما سواء الأوتوبيس مفيش زيه في الأدب والأخلاق ولا يمكن يتحرر سواء التوك توك بقى راجل كومبل ما يعرفش أصلا يعني إيه تحرش لكن سواء أوبر مشكلة في الشركة طبعا يعني مش عارفة أضحك ولا عاية على الخيبة التقيلة هو يا جماعة يعني بجد فعلا في حاجة غلط أنتوا ليه بتعملوا كده أنه أنت ليه بتبقى فيه إلقاء دوق على حاجة معينة وزي ما بنقول برضو زي فكرة الأدوية برضو وعضرارها الجانبية تحصل عارض جانيبي يا لهوي بقى تبصت تلاقي كل بقى الدنيا ناشرت وكل العارض الجانبية بقى من كل حتة لا يعني مش كده لدرجة طبعا أن المجلس القومي للمرأة طالب شركات النقل الزاكي بوضع معايير سارمة لحسن اختيار السائقين خلقيا ومهنيا ودول هيعملوا الخلقيا إزاي يعني هيبحثوا زي هو طبعا الصحيفة الجنائية والحاجات زي كده لكن أنت ممكن حد بيبقى أي حد طبيعي ممكن كان إنسان كويس وشبيشتغل ومرة واحدة مش عارف يروح متعاطي ووسائق وهو متعاطي وده ينطبق على كل السوائين مش حد بعينه فأنت بالتالي الموضوع هنا يعني بجد وأنك فكرة أنك برضو اللي قال لك ودعوة علشان نلغي شركة أوبر وكريم طب نوافع يعني الشركة دي بتمفع ناسة قد قدام الضرر أنا لا أنفي أن فيه طبعا سوائين ولا أنفي صحة هذي الوقائع وأنه من أولا وداية من حبيبة الشمع لغاية اللي بيحصل كل يوم والتاني وبنشوفه فلكن الفكرة أنه دايما بنتكلم هنا اشمعنا في بعض الأوقات على حاجات معينة كده أنت عايز تقول لا يا جماعة دي حوادث فردية ما تهتموش بيها طب أنت النهاردة ليه مش عايز تقول حوادث فردية هل فيه فعلا يعني فيه حاجة معينة ولا فيه حاجة خفية عننا الفكرة طبعا أنه هي الشركة كانت في حبيبة الشمعكة تردت وفي نفس الوقت أنتوا عارفين طبعا اللي بيحصل في مصر والناس ممكن تزور حاجات والشركة دي أونلاين وأنت بتقدم عليها أونلاين ما فيش حد بقى بيختبرك نفسيا وعصبيا وخلقيا لكن الفكرة أنه بلاش نعمل ضجات كتيرة وبلاش نخوف الناس من حاجات ممكن تكون بتستخدمها وفي نفس الوقت نفعت جدا في العالم كله دلوقتي وسيلة التنقل دي بصراحة مجدية جدا ومفيدة جدا وده موضوع كان يعني محدش يتخيله أنك أنت تقدر بعربيتك الخاصة تشتغل ويدخلك في داخل وفي نفس الوقت تقدر تساعد حد أنك أنت تنقله من مكان لمكان تحت الرقابة فيه بقى عندنا موضوع تاني اعتداء على مقيم مصري بعنف أمام طفلته وده في تركيا وأثار المقطع جدل كبير جدا وغضب كبير جدا المقطع ده بيظهر اعتداء رجل على تركي بيدعى في داتا أورال على المقيم المصري أمام طفلته الصغيرة والمقعدة يعني بصوا الطفلة وطبعا لم تتمكن من التدخل أو الدفاع عن ولدها ضد المعتد هذه تركيا أنا تركي هل أنت تركي سأخنقك بهذه الكلمات هاجم رجل تركي مقيما مصريا أمام طفلته في أحد المجمعات السكنية بمنطقة اسنيورت بمدينة اسطنبول المقطع الذي نشرته وسائل إعلام تركية وأثار غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وثق اعتداء الرجل التركي على المقيم المصري وضربه وخنقه أمام أعين طفلته التي ظهرت وهي تجلس على كرسي متحرك كما ظهرت أغراض وحقائب على الأرض يبدو أنها تعود للمقيم المصري وفيما لم تعرف ملابسات الحادثة حتى الآن إلا أن صحيفة صباح التركية أكدت أنه تم فتح تحقيق ضد التركي المعتدي فيديو تاني انتشر على المواقع التواصل اجتماعي لمواطنين بيملوا سولر تسرب نتيجة كسر بأحد المواثير على الطريق السحراوي الغربي بالمينيا وتفرجوا بقى المنظر وطبعا فاكرين برضو لما بيبقى فيه عربيات بتنقل سولر أو بنزين وتلاقي الناس بتروح قد إيه وعربيات مش عارف خضار أو حاجات فمعرفش المشهد ده طبعا بيعابوا سولر نتيجة لما حصل تسريب يعني بصوا المنظر والسولر والمصورة اللي اتعملت والناس كلها نزلة بقوا برجليها في السولر وبتعبي معرفش ما كانش فيه اي تقريبا تقارير حول هذا الموضوع أو رد رسمي عندنا بآخر حاجة الطريفة الجميلة يعني يا جماعة يلا كلكم اشتروا ميوهات ترخيصة قوي أو 16 ألف جنيه بلاش اثرت مصممة الأزياء المصرية هادية غالب ضجة كبيرة على مواقع التواصل اجتماعي بعد اطلاقها تصميمات جديدة صيفية مايوه 20 أربعة وعشرين المايوه يا جماعة زي البوركيني كده ولكن بأسعار مرتفعة جدا بزتراح من 16 ألف إلى 20 ألف جنيه ما أثارة طبعا الموضوع ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقدوا الكليكشن الجديد اللي بيبدأ ب15 ألف جنيه وأثارة السعر حالة من السخرية والانتقاد عبر صفحات السوشيال ميديا عندنا بقى الحقيقة كان نيابة عن الرئيس السيسي سفير مصر بالبرتغال بيتسلم جائزة بطل السلام عشرين أربعة وعشرين تم منحها للرئيس السيسي في فعليات اسمها التدريب البحري المشترك اختتمت بالفعل بيسمينها الموج الأحمر سبعة هذه التدريبات كانت مشاركة عناصر من قوات الجوية لكل من مصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتي استمرت فعليات هذه التدريبات لعدة أيام بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية ذكر المتحدث العسكرية المصري أن الفعالات تأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة فيه بقى تركيب وعائل احتواء لمبنى المفاعل النووي في مصر وإلحي طبعا مفاعل الضبعة وفيه بعض التفاصيل برضو المهمة حول هذا الأمر وأن كده فيه التطورات والشغل ممتاز في هذه بالنسبة لمفاعل الضبعة عندنا كمان الدولار وصل لأدنى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف وكانوا بيكلموا برضو ده كان جريدة الأهرام أما قناة العربية والعربية كانوا نشرين أنه كان فيه ارتفاع طفيف في سعر الدولار بالبنوك في بداية التعاملات خلوا بالكم يعني الفكرة بس اللي ما بتبقى مثلا يعني هو كان 47 نزل لستة وربعين وخمسة وتمانين عشر قروش خمستاشر قرش بنبتدي نعمل عليها فيلم كبير فالموضوع أنه يعني يا جماعة يعني هو نزل لمثلا ستة واربعين عفوا ستة واربعين وخمسة ستتاشر تمانية واربعين ده كم زمان يا جماعة تمانية واربعين وخمسة وتمانين وبعدين ارتفع وصل لسبعة واربعين فنعملوا الليلة بقى على الخمستاشر عشر قروش اللي نزلوا أو اللي طلعوا الفكرة أنه فيه تحسن في الاقتصاد وده محدش يقدر ينكره لكن كشفت بيانات حديثة من صندوق النقد الدولي سداد مصر أكتر من 418 مليون دولار لصالح المؤسسة الدولية خلال النصف الأول من شهر مايو واحتفظت مصر بمقعدها في المرتبة الثانية عالميا كأكثر الدول المقتردة من صندوق النقد بإجمالي ده طبعا حاجة يعني مش الدرجة دي كده احنا يعني بنقترد كتير عشرة وخمسة وتمانين مليار دولار خلف الأرجنتين اللي وصل حجم ديون هذا حجم ديون يعني خلوا بالك احنا عشرة وخمسة وخمسة وتمانين مليار طبعا الأرجنتين 30 مليار يعني برضو الحمد لله احنا معقولة الدنيا مشروع رأس الحكمة هتدير شركة تحمل اسم أبو ظبي القابدة ونسبة مصر من أرباح خمسة وتلاتين في المية والحكومة المصرية بتقول يجري حاليا تسليم أرض رأس الحكمة لطبعا الشركة شركة أبو ظبي القابدة البورصة المصرية بيقولوا فتغحسن قلصت خسائرها الإسبوعية لستة وتلاتة من عشرة مليار جنيه ودي حاجة كويسة ارتفع المؤشر الرئيسي EGX تلاتين بنسبة أربعة وخمسين في المية عفوا بوينت أربعة وخمسين في المية بوينت أربعة وخمسين في المية مهم جدا الأرقام دي عشان بس الناس ما تتفجأش ما فيش حاجة أربعة وخمسين في المية أخبار الحرب الروسية احنا عندنا إزاي إن كيف بدأت تلجأ لتجنيد السجناء وروسيا بتسيطر على 12 قرية بخاركيف الوضع هنا وضع الحياة المعارك مستمرة بشكل جديد جدا الرئيس الروس الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينيسكي وقع قانون يسمح لبعض السجناء بالخدمة في الجيش وده كله طبعا بعد ما سيطرت روسيا على 12 قرية في هجوم منذ اطلاق هجوم بري جديد وزارة الدفاع الروسية قالت إن وحدات من مجموعة الشمال حرارة لـ 12 بلد الرئيس فلاديمير بوتين كان قال إن القوات الروسية في منطقة خاركيف بتنشئ منطقة عزلة لحماية المناطق الحدودية الروسية ولكنه قال يعني أن السيطرة على مدينة خاركيف نفسها ليست جزء من خطة روسيا في الوقت الراهن يعني دي موضوع المنطقة العزلة كمان عندنا الحقيقة إنه كان فيه تقارير بتقول إنه كوريا الشمالية بتدعم روسيا بأسلحة فخرجت شقيقة الزعيم الكوري نفت هذه الاتهامات وبتقول إنه ما فيش أي يعني أي أسلحة من كوريا الشمالية تم إعطاقها لأن الأمر عبارة عن إدعاءات سخيفة موسكو بقى أعلنت طرد الملحق العسكري البريطاني وده ردا برضو على بريطانيا لما طردت الملحق العسكري الروسي العلاقات الروسية الصينية في يعني في مجدها هذه الأيام كان الرئيس الرئيس فلاديمير بوتين كان راحل الصين الخميس الماضي في زيارة تستغرق يومين بيلتقي خلالها نظيره شي جينجي بينج وبيحاول الحصول على دعم أكبر لجهود الحربية المقطع داكم يعني لذيذ بس طريف لكن بيأكد قد إيه علاقة الصين بروسيا هو المفروض فيه مترجم بيترجم وهو طبعا الرئيس الروسي قاعد يتكلم فنيسي موقفشي علشان خاطر يدي فرصة للمترجم فتعليق بوتين بيقول إيه بيقول أنا حسيت إن أنا في بيتي يعني تحدث كثيرا ونسي إن المترجم الصيني بانتظاره فبوتين اكتسم وقال لهم إن أنا أشعر بأني في بيتي وإن كلكم بتفاهمين اللغة الروسية هنأجل أخبار الحقيقة للانتخابات لأن حاجة مش بستعجلة للحلقة الجاية لكن عايز أقول لحضراتكم انتخابات ترامب وبوتين ومحاكمات ترامب هنأجلها إن شاء الله للحلقة الجاية بس خلينا نقول لحضراتكم إنه عندنا فيه توتر في الدول الأوروبية التوتر ده كان ظاهر بالشرطة الفرنسية قتلت مسلح حول إدرام النار في كنسب شمال غربي فرنسا فهنا بدأ يحصل أشخاص عايزين ينتقموا من إسرائيل بسبب حرب طبعا غزة الحاجة التانية اللي حصلت برضو السويد أعلنت إنها بتعزز فيه تعززات أمنية لحماية المصالح الإسرائيلية بعد إطلاق نار قرب سفارة تل قبيب فواضح إنه في أوروبا زي ما فيه الجامعات الأمريكية والمظاهرات والتظاهرات والشباب اللي هم والتظاهرات اللي في الشوارع اللي ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعايزينها تتوقف بدأت تحصل فيه توترات في بعض الأماكن اللي ليها علاقة بإسرائيل سواء سفارة أو سواء كنسب في بعض الدول الأوروبية بعد فيه أعمال شغب برضو فرنسا نشرت الجيش لضمان أمن مرافق ومطار كالدونيا الجديد يعني واضح إن فيه كده شوية برضو أعمال شغب الخبر الحلو اللي كان النهاردة بالنسبة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إنه أول سفن مساعدات وصلت للميناء البحر الجديد بغزة ودي حاجة كويسة جدا قبرس اشتركت وعندنا برضو الولايات المتحدة اشتركت بريطانيا اشتركت وكل الكميات دي مساعدات إنسانية وطبعا فيه أزمة إنسانية كبيرة جدا الجيش الأمريكي أعلن تفريغ الحمولة الأولى من المساعدات وإن شاء الله الاتحاد الأوروبي أعلن إطلاق أولى مساعداتي من كبرس إلى غزة عبر الرصيف العائم بالنسبة بقى لمحكمة العدل الدولية ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل بيقول نعمل على وقف الإبادة الجمعية في غزة وانت جانب الآخر إسرائيل بتطلبهم إن هم يتوقفوا تتهم جنوب أفريقيا بإطلاق مزاعم كاذبة أمام محكمة العدل الدولية بالنسبة لكمة البحرين كان فيه رؤساء منهم الرئيس السيسي طبعا كانوا حاضرين وانتهوا بإنه عايزين نشر قوات حفظ سلام دولية وتوقف الحرب وحل الدولتين أكتر حاجة كانت برزة في الموضوع ده الحقيقة بالنسبة لكمة إنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيكيل اتهامات لحماس في الكمة العربية وقال إن حماس هي اللي قدت الزريعة في العملية اللي عملتها يوم 7 أكتوبر عشان تبتدي إسرائيل وتقتل كل الأعداد اللي قتلتها طبعا حماس مرديتش على الموضوع ده وزعلت منه جدا وقال لك إنه ما جاء إنه نعرب عن أسفنا مما جاء في كلمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وإنه هو كده إدى الزريعة وكأنه إدى المبرر لإسرائيل إن هي تقوم بكل هذه الإبادة للشعب حسب طبعا كلام حماس وقتنا خلص وإن شاء الله يكون معانا أخبار أخرى والمزيد من الأحداث ومراق الأحداث في الحلقات اللي جاية لسبوع القادم انتظرونا إلى اللقم